طيب كنت بتسمع كنت بتسمع ايه وفاكروا كده وفاكر ان دول الموزيعين كنت بحب اسمعهم لا طبعا في اسماء لا تنسى يعني مثلا الفترة الصباحية اللي احنا بنسمع فيها مثلا بداية القرآن ساعة 6 وحديث الصباح والبرامج الصباحية كان اشارها على الاطلاق برنامج صباح الخير اللي كانت بيعمله المأمون ابو شوشة وبعد ما رحل عملته سامية صادق فهما الاتنين دول كانوا من يعني المؤثرين في وجداني انا شخصيا في ذلك الوقت المأمون ابو شوشة لانه فيه صلة قرابة وكنت متأسر بصوته جدا وحب اسمعه الصبح لما سامية صادق استلمت البرنامج ومعها كانت هدى العجيمي الحقيقة كانوا الاتنين بدأوا مع بعض تقريبا او هي هدى بعد كده المهم من البرنامج ده كان له يعني وقع جميل جدا علينا الصبح جرعة من التفاؤل والموسيقى الجميلة والصوت العذب يعني الصوت الجميل ده الصبح تبدأ بيه حياتك دي كان من الحاجات الجميلة جدا في حياتنا في ذلك الوقت ليه في رأيي حضرتك سؤال بقى من كلامك ليه الفترة الصباحية في حياة المصريين بتحدد باقي اليوم ومرتبطة باقي اليوم وطبعا مرتبطة بالراديو والناس بتحدد عليها مواعيدها كمان بعد كده تمام ليه كل التأثير ده من الفترة الصباحية؟ لأنه هو الصباح بشكل عام هو يعني ممكن اجمل فترات اليوم لما تبدأي كده مع شروق الشمس وتبدأي يومك بشيء من التفاؤل والبهجة وتكون ينايمة كويس وصحي كده مستبشرة خير وتسمعي كمان أصوات حلوة وبتديكي معلومات جميلة على الصبح وتسمعي حاجات وجدانية من القرآن للحديث للموسيقى للشعر يعني السامي يصدق برضه من الأصوات الرائعة في إلقاء الشعر يعني من الأصوات طبعا لو قلتي لي بعد كده مين؟ أصوات كتير جدا في البرنامج العام كانت يعني إلقائهم للشعر متعة زي فاروق شوشة مثلا وغيره لكن هي كانت كسود صباحي كان شيء كده يعني تحسنه حاجة زي التغريد البلب للصباحية